أنا حصلت لي إساءة يا جماعة أنا حصلت لي إساءة نفسية من الآل وإهانة وحصل عندي مشاعر عدم الاستحقاق والحب وما فيش اهتمام ووا ووا نعمل إيه وانا مش هنفضل نقول كده منذرنا كتير نعمل إيه اكتبه معاي البنات اللي كانت طلبة الحلقة دي تكتر عملة الحلقة دي علشانك اكتبه معاي أول خطوة عشان أصلح الإساءات دي ويبقى عندي نوع من التعافي النفسي لازم أبقى عندي وعي إن الحالة النفسية اللي عندي دي نتيجة للإساءات اللي أنا أتعرضت لها ما تعدش تجليد زادك ويبقى عندك هو بسبب آه بسبب إن الأهل كان عندهم إساءات نفظية وجسدية ونفسية عندي وبنقفة شخصية فأنا طلعت عايز أقول لو رسمنا كده الشخص كده يعني ايه متقطع كده من كل حتة كده متبهد يبقى أنا أفهم الكلام ده آه وعي عند البنت أو الإبن وعي كمان من الأب والأم إن أنت أسعت أنت اللي سببت المهانة وإنت اللي عملت فيها أنت اللي سببته فيها يبقى دي أول حاجة أول حاجة المشكلة لما يجي ليحصل الولد ويتعرض لحاجة زي كده ما يرداش يقول وتجي أنت تقول لنفسك أصلا قال لهم تبرر لهم أصلا كانوا بيحبونا أصلا هم ضربوني عشان مصلحتي الكلام اللي هم بيقالهولك في الصغر أنت خلاص الطبع عندك وتبرر الإساءة اللي حصلت لك ده من باب أص البر كترخيرهم وأصلا على قدهم وأصلا أنا ما بأمرش بعدم البر على فكرة لكن لازم تبقى فاهم الدنيا عشان تعرف تتعافي أصلا وتعرف تتعافي نفسيا مش تعود تكتبيلي وتقوليلي وتكلميني ده أنا بدع عليها ده أنا بقول كذا ربنا ده أنا بويا ده لا عشان يبقى فيه نوع من التسامح النفسي مع نفسك وتعرف تعيشي وتعرف تختار وتقوليك مش متجاوزة بلى رجالة بقى شو فيه الرجال عاملوا فيه هو الأب عامل فيه كده لا 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 الحلقة دي والكلام اللي أنا بقوله ده عشان تتصلح هم عاملوا كده ده التبرير حبا فينا وزي الدب اللي قتلت صاحب طيب زي الأهل ما قالوا لك وانت صغير بكرة تكبر وتشكرنا على اللي احنا بنعمله فيك ده قوة بالضرب ده احنا بنعمل كده في مصلحتك ده انت المفروض تشكرنا على ضربنا ليك فيطلع ويكبر وهو فاهم ايه ان اروح اشكر على اللي بيسيق لي اروح اشكر على اللي بيهني جات سليم جات سليم كأني ما فيش طريقة تانية ان الواحد يتعلم بيها ويعلم بيها اولاده السلوك الصحيح الا بالاهانة والضرب والإساءة والنقد والمقارنات فيتعلم ايه بصوا الكارثة يتعلم يشكر اللي بيضربه يعني تضربني واشكرك او يشكر على اللي بيهين ما عليش عمد وقصه كان عايز مصلحة استغفر الله لا حتى موجهتك لما تكبر لنفسك انك تعرضت للإساءة ومحتاج ان انا عالج نفسي ومحتاج كده منتش قادر تقول خايف لما يكونش ده بر لازم تعترف بالامر ده حتى بينك وما بين نفسك احنا مش هنقول لأهلينا وكذا وغطر خير ومربنا يكرون بس فيه خطأ حصل وان الكلام ده ما يصحش تاني خطوة صلح افكارنا الفكر اللي عندك ده صلح فكرك يعني ايه يعني انت طلع بتشوه نفسي معين عندك ايه للتقدير لنفسنا انا بتكلم الناس اللي فعلا حصلت الإساءات وبقت انتكاسة نفسية بيتأتأ فقد ثقة عدم استحقاق ما اناش عارف اي حد يعمله قبل جسم مستباح وجسمها مستباح استغفر الله ومش عايز اقول لكم على كمية الاسئلة اللي جاية بسبب الامر دوت وبعد الاهل ومشغوليتهم وكذا 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 ايه مال اهملوهم بس جسد ومش عارفة جسدها فين وفين انا حرة عندها تقدير عدم تقدير لنفسك اساءات نفسية كتير وغلط حصل ونطلب من الاهل انت بتبقى عايز اهلك مش انتوا السبب اتولوا المسئولية لازم تصلحوني ولازم تعافوني من الامر غلط غلط اللي عملوه هم هيسألوا عنه امام الله فيه حساب يعني هيسألوا عن تقسرهم الا اذا تابوا يعني وكان ده جهدهم مش عارفين حاجة ما فيش وعد لكن هم مش مسئولين عن تعافيك النفسي بعد ما كبرت وبعد ما حصل لك وتبعتيني وتقولي وتشتكي التعافي النفسي ده مشكلتك انت وانت اللي مطالب وانت اللي مطالبة تصلحي الامر بايه بالكلام اللي انا هقولولك النهاردة مش عشان هم مش غلطانين فمش مطالبين لأ هم غلط غلط بقلة الوعي والتصرفات الخطاء اللي عملت حاجات سلبية على نفسك لكن انت بوعيك انت اللي مسئول عن تعافي نفسك اوعى ترتكب نفس الغلط مع نفسك وتروح تدور على حد يصحح لك نفسيتك لأ انت المسئول انت المسئول عن تعافي نفسك بايه بالله هانا هقوله النهاردة لاني ساعات كتيرة جدا جدا ما تبقاش قادر تسامح وده غلط وده غلط عشان دول أب وقم غلط وغلط ان انت تبقى عايش بروح الانتقام دي والتشافي دي لا انت بتطلوب لازم تعترفوا بخطائكم ولازم تتأسفوا ولازم تصححوا لي ولا نفسيتي بار لا ساعات على فترة اهل بيتترجوا الامر دوت ويتهداركوا هذا الامر ويفهموا بس على كبر بعد ما يكون فات القوان وما يعرفوش لما يحصل مشكلة حققية وبيبقى شاب مخلص جامعة ويتأ في الكلام او بنت في تالتة وربعة جامعة وما زالت بتتبول على فراشها وعلى نفسها في الفراش ليله يعرفوا ان في مشكلة سببها لإساءات النفسية لكن في الأغلب مثلا بيكونوا مكبروا في السن ما فيش وعي كافي ما في ولا ثقافي ولا طربوي ومش فارق أصلا معاهم انت ياهم رؤية بأحمد ربنا إن إحنا أكلناك وعملناك طويلة عريضة. يلا رح شوف حالك بقى. مش عارفين. وممكن يحملوك الزنب بقى. ده انت عيل عاق. ده انت عيل. مش عارفة إيه. مش تحمد ربنا كده. مش عارفة إيه. آه. ده حنت عبنا عشانك كذا. فتبقى أنت أصلا يعني معبق فوق العب مرتين. لكن أنت لازم تعترف لنفسك. حقيقة المشكلة. أنت المسؤول عن تعافي نفسك. كمان في أمر تاني. لو الأهل اعتذروا وفهموا. وإحنا أسفين. وإحنا فعلا تسببنا لك. وسمعوا الحلقة وإحنا فعلا أسفين. وتسببنا لك بالأمر ده. بتتعافى. يعني خلاص لما قالوا لك كده. وإحنا خلصت. لا. لازم خطوات. أنت أصلا كده. كده. الأذى جالك. خلاص. والأذى جالك. التعافي دورك. فما رحش بقى أطلبه من حد. وروح ألوم. وروح ما أتشفى. لا لا. فكرة التصحيح اللي حصل. هم أساء وهم أهمل. وهم اللي هيتحاسبه. أنت مشاعرك مسؤول على. مش معناه أنك أنت تستحق الإهان أبدا والله. أو أنت مش محل حب. أو أنت ما ينفعش حد يحبك. أو تحب حد. لا. اللي غلط وأصر ربنا هيحاسبه. على قد فهمه بقى. لكن اوعى. تفضلي أسيرة لفكرة الانتقام. وده هم السبب. وهم اللي أزوني. وهم مش هتطلع بره الحفرة دي. ده سفر وسبني. ده أهملتني. ده حبة أختي عني. ده عمش. يا حازبه. لهم غلطانين. لكن أنت عافي نفسك. طالت خطوة. اكتبوا وراي الكلام ده. الكلام ده مهم جدا. طالت خطوة. فكرة الانتقام مش حل. أنا مستنى بقى شوف فيهم. ومستنى بقى مش عارفة إيه. لا لا لا. لا لا. وتفضل تقول لنفسك كده. وتفضل تعمل كده. وفضلت سواء أنت أو هي. لا لا. دي عملت كده. ده مش عارفة سوت إيه. ده فضلت إخوتي علي. لا ده مش يسابني. لا ده في كل. ليه 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 ليه. ما هتفضل في الحفرة زي ما قلت لكم. حاولنا حاولنا حاولنا. احنا تعبنا. ما أهلنا مع ربونا كده. وهيردوا عليك نفس الرد ومش هتتعافل. لا ده مش. وتصرفاتها تفضل زي ما هي. تأثيرهم. المطلوب معه. المطلوب منك إيه. إيه بني بص بقى الخطوة الجميلة. رقم 4. ابني حواليك حاجة اسمها إيه. المقاومة النفسية. الصلابة النفسية. يبقى عندك مقاومات ومنع نفسية. تتحمل اللي بتلقات والأذى والكوارث اللي هيجي لك. خطوة خطوة. ما انت المفروض تتعلم عليها عندها وانت صغير على فكرة. حاجتك للشعور بالأمان. حاجتك للشعور بالحب. دي حاجات أساسية. حاجتك إن حد يحبك ويهتم بيك. محتاج كده على فكرة. لكن ما حصلش. ابنيها وانت وانت كبير. خلي حواليك بيئة آمنة تديك أمان وحب ودعم. تديك خبرات في الحياة. تروح تفهمنهم وتتعامل مع الناس دي وتتحمل مسئولية وتجرب وتغلط وتنجح وتفشل وتكسب وتخسر. جرب. هتتعود. وتتعلم ازاي إنك تبقى عندك خسارة وربح وفوزق. متدرب على كده. وتدرب نفسك على كده. روح اقحم نفسك في شغل في عمل تطوعي في شغل جامعة في مشروع بتاع التخرج بتاعك وشوف عارف المخلصات يروح اعمل نفسك كده وشوف وتعلم. دور على مساحة الأمان ويا بنتي. دوري على مساحة الأمان في ناس اللي معك سحباتك. ناس تدعمك. تعطيك الحب. ما في أحلم المقارق والله. وناس بتوع الكرآن. فكرة إنك تاخد الأمر ده والأمان ده من المصدر الأساسي يا بوك ومك ده أساسي. لكن قدر الله مش هفعل. ده اللي حصل يعني. ده اللي حصل. وتعرضت الإساءة وتعرضت الحرمان. لكن أنت عندك حق في الإحساس أنه يبقى عندك إحساس بأمان. إجباع الحب. إجباع الحاجات الأساسية. مساحة الأمان عندك. دور على الناس اللي تعتقي المساحة دي. وتدعمك وتعطيك خبرة. مش شرط يكون من أهلك على فكرة. مش شرط. كمال لازم تبقى فاهم إننا لو أنا كبرت ودخل علاقة. ودي بقى المشكلة اللي بتحصل تقول لك. أنا مش عايز أتجوز. أنا مش عايز أخطط. طب أنت مش عايز أخش علاقة جديدة. لن هفشل فيها. لا. أي علاقة بينك وبين أي شخص. شرك الحياة اللي جاي. صديقة بتصح بيها. زوج المستقبل أو زوجت المستقبل. لازم تبقى فاهم إن علاقتك دي بالغير بعد المرحلة دي أو في مرحلة التعافي علاقة متوازنة. الطرف الآخر مش مطالب إنه يعوضك الناس اللي كان في حياتك. وتفضل محمل عليه غلط تفشك. ممكن الصحبة الجديدة دي أو الشريك على فكرة طلب إن يعوضك بفقد الأمان بقى. وأنا بصحبتي وزوجي. وهيعطيني وهيبطبطب علي. والكلام ده. لا. ممكن يعطيك جزء. بس مش الكل. مش كلها. ولو طلبت أصلا بكده. وزدت عليه. وانت المفروض تعملي معايا كده. والمفروض تعوضيني. لا. لا. دي علاقة متوازنة. لو حصل كده. أنت بتهد العلاقة قصلا قبل ما تبتدي. كل علاقة متوازنة. كل واحد فيه له دور. وعليه حاجات. الطرف اللي جاي ده دوره في حياتي. له حقوق. لازم أعرفها. لازم. متوازنة. له حقوق. وعليه واجبات تجاهي. لازم أوضحها له. أنا محتاج واحد اتنين تلاتة. بطريقة صريحة وواضحة. عشان تنجح العلاقات يا جماعة. ما نخسرش نفسنا ولا عيالنا ولا قلوبنا ولا. ويبقى حاجة حصلت في الصغر. أنا ما نشعارف أطلع منها في الكبر. ولما تنجح في العلاقة الجديدة المتوازنة دي. أنت هتشعر بالسعادة. أصلا هتنسى الإساءات اللي حصلت. لأنك نجحت أصلا. أكبر خطوة في العلاج من الإساءات بتاعت النفسية للأولاد من أهليهم. في الصغر. هي أصلا أنك تنجح. تعفيك نجحك في علاقات الجديدة. لكن لا شماتة ولا تشفي ولا كذا ولا الحاجات دي خالص. الصح نجاحك. الصح نجاحك. كسبت حياة جديدة. اوعى تفضل واقع وتفضلي واقع في حفرة الانتقام والإساءة ودورهم وكالمفروض والمفروض والدور بقى أنهم يعملوا لي يعملوا لي. غلط. اطلع برا الحفرة دي خالص. وصلح حالك ونفسك. انت كابن وانت كبنت لقي حق على والديك. النبي على السلام أكتر من حالي سكفى بالمرئ اسمان أن يضيع من يعول. عندك احتياجات للحب والرحمة والحنان. قصة لما النبي على السلام كان بلعب الحسن الحسين وبيقبلهم وجيء أعرابي قال له تقبلهم. قال له ببص عيالك. قال له والله معاني عشرة ما قبلت واحد فيه. قال له طب ماذا أفعلك. نزع الله الرحمة من قلبك. ولما جير الأب يشتكي ابنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبويا أصلا أساء اختيار أمي. وأساء اختيار اسمي بتعير بي. ومعلمنيش الصلاة. وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لقد عقته قبل أن يعققه. انت كأب عقت. احنا ندور في حقوق للأبناء على أولادهم. لازم نتعلم الكلام ده. ولازم نشوف دور كل واحد ونعمله. أدعو الله سبحانه وتعالى. يا رب. يعني لكل بنت بعثت. ولكل حد بعثت. تعرض للإساءة. وهو صغر ولا ناقد ولا كذا. وأصل على سرطة. الحلقة دي بالأربع خطوات اللي قلناها دي سهلة وميسرة. ونطلع سويين. ونعمل علاقات مع الغير. ونعمل علاقات مع شريك حياة جديدة. من بوص العلاقة. وتتطلقي. أو يتبقى عايشة في طلاق صامت. بسبب. هو لازم تعوضني. وعشان عايش التوازن لازم أعمل الأربع خطوات اللي قلت لكم عليه. عيدوا الحلقة دي تاني. اكتب الحاجات دي تاني. وعملوها. أدعو الله سبحانه وتعالى. يا رب. يشرح صدركم لها. وينفعنا وإياكم. اللهم أمين.